وفقت الحكومة على صرف 307 ملايين جنيه تمويلاً جديداً للمشروع القومي للبتلو وذلك لعدد 426 مستفيداً من صغار المربين وشباب الخرجين في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة بهذا يصبح إجمال ما تم تمويله لهذا المشروع حتى الآن أكثر من 8.5 مليار جنيه لنحو 43.500 مستفيد لتربية وتسمين أكثر من 505.000 رأس ماشية لتوفير المزيد من اللحوم والألبان